الأمريكان عايزين إيه ويقدروا يعملوا إيه في إطار أنه إحنا كلنا عارفين أن الأمريكان ما هماش أمناء في هذا التفاوضل أمناء فيه وجود حل نهائي وعادل وفي إطار آخر ألا وهو أن مصر فعلا بتنارس ضغوط إذا كان على واشنطن بشكل ما أو على كل الأطراف الفاعلة المتعلقة بالقضية يعني بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا الحقيقة حابدأ بالدور المصري الدور المصري محوري ومركزي ولا يستطيع أحد المزاود عليه هذا أولا وثانيا بالتأكيد أنه مؤثر على كل الأطراف سواء حتى على الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بحاجة إلى أن لا يزعج مصر يعني هو محتاج أن يستمر في الاتصالات مع مصر باعتبارها الدولة العربية الكبرى والوازنة والتي وقعت اتفاق حتى هذه اللحظة صامد هذا الاتفاق بسبب إرادة مصرية وليس بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحرص على عدم إزعاج مصر أو عدم إثارة أو استفزاز مصر بأي حال من الأحوال هذا أولا الولايات المتحدة أيضا تحرص على أن لا تزعج مصر ولا تخسر مصر بأي حال من الأحوال رغم أنه فيه هناك ضغوط على مصر بأشكال شتى ليست طبعا يعني مجال الحديث فيها إلا أن مصر تظل هي الدولة الكبرى والراعية لكل قضية المصالحة وقضية الوقف اطلاق النار حتى عملية السلام التي جرت في أوسلو مصر كانت هي الدولة العربية الوحيد التي تقف مع القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسع عرفات وصولا إلى اليوم وهي التي تقف بشكل سدا منيعا وتقف حائط سد وظهير استراتيجي للقيادة الفلسطينية في كل تحركاتها السياسية والدبلوماسية وهي التي تحرك ليس من اليوم حتى من 48 أيضا عندما أجريت وقف اطلاق النار في الهدنة رودس 24 فبراير 1949 ثم وصولا إلى هذا اليوم كل عمليات القضية الفلسطينية سواء على المستويات السياسية وغيره حتى الوقف اطلاق النار والأمن والتهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرة التي جرت في شليد كلها برعاية مصرية بغض النظر عن لون القيادة التي تحكم غزة سواء كانت من فتح أو من حماس أو من هذا الفصيل مصر تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأنه شعبها وأخوتها وأشقائها وتقف على مسافة واحدة من كل أطراف الفلسطينية الداخلية حتى على مستوى المصالح وهذه نقطة مهمة تحسب لمصر ولذلك تكتسب مصر لدى حركة حماس أولا خلينا أقول ثقة واحترام باعتبار أن حركة حماس تدرك أنها لا يمكن أن تتجاوز الدور المصري بأي حال من الأحوال رغم علاقاتها الإقليمية في المنطقة هذا أولا أما على الموقف الأمريكي أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة ليست صادقة في كل ما تطرحه في وسائل الإعلام أو حتى الخطط التي تأتي بها إلى المنطقة والمشروعات التي يأتي بها وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة هي باختصار وبشكل شديد هي تعبر عن مضمون المخططات الإسرائيلية وهي توحي بشكل أو بآخر أنها مع الحل السياسي مع حل الدولتين لكنها تقف بالمرصاد أمام الحل الفلسطيني في الأمم المتحدة قبل أيام ذهبت فلسطين إلى الأمم المتحدة وطلبت الاعتراف بالعضوية الكاملة لماذا استخدمت الفيتو الولايات المتحدة وجاءت إلينا في المنطقة تريد حل الدولتين هذا منطق هم يستطيعوا الإجابة عليه لكن بالمجمل العام هم لم يكنوا أمناء يوما من الأيام حتى في رعاية المفاوضات التي جرت منذ عام 93 أو حتى 91 من مدريد من مدريد حتى اليوم لم يكنوا يوما من الأيام أمناء في مذكراته لدينيس روس السلام المفقود في كتابه السلام المفقود قال كنا صهيونيين أكثر من الصهاينة يعني في طرحنا وفي ضغطنا على الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كام ديفيد ومع ذلك كان ياسر عرفات مرن معنا إلى الحد الذي يمكن أن نصل معه إلى اتفاق إلا أن أيهود براك في ذلك الوقت كان يرفض بكل الأحوال حتى المرونة الأمريكية والضغط الأمريكي على ياسر عرفات كان يرفضها ويريد أكثر من ذلك ولهذا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون يوما من الأيام صديق أو حليف أو نصير للموقف الفلسطيني وأنا أتفق مع الدكتور طارق فيما تحدث فيه عن الميناء وفكرة التهجير الطوعي التي طرحت بشكل أو باخر بالمناسبة الإنسان الفلسطيني الذي يعيش في غزة الآن الذي دمر بيته ودمرت كل حياته وقتل كل أفراد أسرته استشهدوا سواء ظل طفل عنده أو بنت أو أم أو أخ أو أحد المصابين أو المعقين ما فائدة وجوده في غزة إن لم يكن هناك مقومات للحياة وإن لم يكن هناك هدف مستقبلي له ليكون على الأقل يعمل في مكان عمل مدرس مهندس طبيب مزارع اندمرت الحياة الاقتصادية في غزة واندمرت الحياة الاجتماعية في غزة أحبابه أين لا يوجد له أحباب لا يوجد له مكان عمل ولا مصدر رزق إذن سيغادر طوعا وبالتالي عندما تفتح له فرصة العمل في إحدى الدول ولهذا أنا بحذر إذا حصل وقف إطلاق النار وإن شاء الله يحصل خلال الأيام القادمة وقف إطلاق النار أول خطوة يجب إعادة الحياة أهم من وقف إطلاق النار وأهم من الساسة ومن القادة أن يعودوا إلى مواقعهم يجب العمل بشكل سريع وعاجل على بدء إعادة الحياة إلى يعني تدريجيا إلى عهدها ما كانت عليهم أنا سعب تبقى خشيتي من أنه تيجي بعض العواصل أيا كانت هيا فينا وتبدأ تقول يا جماعة حصل هدنة طيب إحنا عاوزين بقى نفتح الباب لأهلنا في فلسطين علشان نخب بلنا منهم ويتفضلوا وهنعمل لهم إقامات ونبدأ نعمل لهم فرص للدراسة هذا الجزء من المجلس للعمل فهذه فكرة الهجرة الطوعية بعيدا عن التهجير القصري اللي هو يبقى تهجير مباشر وكندا كانت من كم شهر بدأت تتكلم في البيت وأستراليا حضرت أمريكا أمريكا فتحت